قرر المجلس الأعلى للحراك الثوري برئاسة فادي باعوم ومجلس الحراك الثوري لتحرير الجنوب برئاسة الدكتور عدروس اليهري والمجلس الأعلى للحراك الثوري برئاسة عبد الرؤوف السقاف وقيادة التجمع الديمقراطي لجنوبي تاجة وكذل مكونات الجنوبية الأخرى لانضمام لعضوية المجلس الانتقالي الجنوبي استجابة لدعوة الاتفاق والتشاور الجنوبي كما أعلن رئيس مجلس الحراك الجنوبي السلمي علي عهيثم الغريب انضمامه إلى المجلس الانتقالي الجنوبي مؤكدان الرغبة في التوصل لكيان يمثل جميع الجنوبيين